أهلا بكم من جديد ونعود بأخبار الاقتصاد حيث أكد ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط أن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات الممولة من حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية والبالق قيمتها 30 مليار جنيه ومن المنتظر أن يتم صرف الاعتمادات الخاصة بحزمة التحفيز الثانية في الأول من فبراير المقبل وستكون لتطوير العشوائيات والإسكان الشعبي أولوية أولى في المشروعات الممولة من تلك الحزمة الجديدة وتليها مشروعات الصرف الصحي في عدد كبير من القرى الأكثر احتياجا وفقرا في المرحلة الحالية وقال أن عدم الاستقرار في البلاد هو وراء عدم ظهور أثر لحزمة التحفيز الاقتصادي الأولى والتي ضختها الحكومة في الاقتصاد المصري التي كانت بقيمة حوالي 29 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي والإنتاج الحربي والسكك الحديدية والإسكان وسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسوف ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري لاحقا وضف أن الحكومة تخطط لتمويل برامج اجتماعية لاستهداف الفقر والبطالة في الموازنة المقبلة ونبقى مع الاقتصاد صعدت مؤشرات البرصة بنحو جماعي خلال بداية تعاملات جلسة تداول اليوم بلغت قيمة التداول على الأسهم 8 مليون جنيه من خلال تنفيذ 345 صفقة وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 ليسجل 7275 نقطة وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاق إي جي أكس 100 ليسجل 959 نقطة وصلنا إذن إلى نهاية جولتنا الإخبارية في الحياة الآن شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء